بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعينا الكرام ألي وسهلا بيكو في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلف فيها عن النادي الآلي عن باقي الأندية المصرية لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها في فيديوهاتنا هي الصلاة على الحبيب فالله مصلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نخش على طول على أول فقرة معانا مع إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد ردا على سؤال أحد المتابعين كابتن إبراهيم أنت لما كنت في الأهلي لعبت الزمالك كم مرة وعملت إيه ولما كنت في الزمالك لعبت الأهلي كم مرة وكانت نتيجة المباريات إيه رد إبراهيم سعيد بيوضح قيمة النادي الأهلي هو هو إبراهيم سعيد هو هو إبراهيم سعيد واحد من أفضل المدافعين على الإطلاق في الكرة المصرية كان قدامه طريق ومستقبل باهر لكن العقلية بقى فرقت في وقتها مع إبراهيم سعيد لكن إبراهيم سعيد رده وقال أنه لعب مع النادي الأهلي أربع مباريات لعب خمس مباريات كسب أربعة وخسر مباراة مع نادي الزمالك يعني نسبة نجاح 80% مع النادي الأهلي فيما يخص فترة وجوده في نادي الزمالك لعب أربع مباريات خسر ثلاثة وتعادل مباراة واحدة معنى كده أن إبراهيم سعيد مع نادي الزمالك معرفش يكذب الأهلي ولا مباراة لكن لما كان في الأهلي هو هو إبراهيم سعيد إحنا ما غيرناهوش يعني ما بقاش إبراهيم مثلا كل سنة ومتطيب لا هو إبراهيم سعيد والله هو إبراهيم سعيد في الأهلي لعب خمس ماتشاط كسب أربعة وخسر مباراة يعني نقدر نتكلف بالنقاط خد 12 نقطة مع الزمالك ما خدش غير نقطة يتيمة وده اللي يبين لك الفارق الحقيقي ما بين النادي الأهلي وقيمة أنك ترتدي هذا التشيرت وما بين أنك تنتقل إلى أي نادي آخر بالمناسبة يعني أنا ما بحبش أقول كلمة قمة لأن القمة كلمة مباراة قمة دي تعني مباراة ما بين فرقين متنافسين لديهم نفس العدد في الألقاب قريبين من بعض فرق الألقاب مش كبير قوي لكن تعال كده بصوا لبطولة الدوري تلاقي بطولة الدوري النادي الأهلي وكده 42 مرة الزمالك اللي بيتقال عليه أنه بيلعب ماتش قمة معايا كسبانها 13 مرة منهم مرات كتير يعني اللي شفنا قدام عينينا بالحكام يعني مش محصل التلت يعني لو اتكلمت ممكن التلت تلت بطولاتك في الدوري لو اتكلمنا على بطولة أفرقيا العشر دورة يبطال أفرقيا الزمالك خمسة الأهلي النص بالنص النص بالنص مع نادي الزمالك فده يبين لك قد ايه الفرق ما بين هنا وهنا تابتن شمير انتقد تصريحات وخطاب نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك السيد مرتضى منصور بخصوص أزمة الملعب الخاص بمباراة القمة تابتن شمير قال ان الأزمة بدون لازمة وان نادي الزمالك بيحاول يعمل اي أزمة والسلام وان الخطاب ما كانش له اي 30 لازمة لانه لا هيقدم ولا هيأخر في موضوع مباراة القمة طالما انت كإدارة نادي عارف ومتأكد انك لعبت مباراة الدور الاول على ملعبك من حق الفريق المنافس انه يلعب المباراة بتاعت الدور الثاني على ملعبه وان قدرة الزمالك كانت تعلم علم اليقين ان المباراة هتكون بجماهير وان الحضور الجماهيري والتذاكر بتاعت المباراة هتتوزع مناصفة ما بين الأهل وما بين الزمالك كيف كان لازمتها ايه يا عم مرتضى تعمل دوشة وتعمل شوشرة قبل مباراة القمة عايز اقولك ان العجوز جيزوالدو فريرا جيزوالدو فريرا بيشد في شعره جيزوالدو فريرا خايف مرهوب لان عايز اقولك ان ايام جيزوالدو اصبحت معدودة جيزوالدو فريرا سيتم اقالته خلال ايام ونتيجة مباراة القمة ستكون سببا مباشرا في اقالة وتوجيه الشكر للعجوز جيزوالدو فريرا سبحان الله الاتحاد المصري لكرة القدم اللي خرج رئيسه يتباكى ان ما فيش اموال وما فيش دولارات وما فيش حاجة وما ديونيين لتوب الارض وعلينا ديون 600 مليون جنيه النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم بيعلن بشكل رسمي تعيين الانجليزي مارك كلاتنبرج كمستشارا للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم بصوا يا جماعة خلينا نكون متفقين ان تعيين خبير اجنبي لتطوير اداء الحكام دي حاجة محترمة جدا 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 برغم اختلافنا مع اتحاد الكورة لكن النهاردة يعني ايه اجيب واحد هدينه 30-40 ألف دولار في الشهر واعينه بس مستشار لا يا فندم ده يجي ياخد الصلاحيات الكاملة لملي بقى وجمع لي مجموعة عصام عبد الفتاح والناس اللي معاها دول اركينهم بقى على جنب شكرا شكرا حوالي 25 وقت بقى لش بعد يزنوك كده خلاص لما تيجي تغير وعايز تطور صح وعايز تشتغل على النظافة لما تحب تشتغل على النظافة نظف كل القديم نظف كل القديم انت النهاردة لو عايز تعمل ترميم للبيت لازم اشيل المحارة القديمة دي كلها اشيلها كلها لان المحارة ديك شر برطوبة رطبت يا بيه معانيتش نفع مهما هرسم ومهما لون ومهما شكل واعمل اشكال جمالية من بره هيبقى من بره هلا هلا ومن جوه يعلم هلا لا ده من جوه كل احتواء الرطوبة مع الشاشة في الاحتواء يا بيه والله فما ينفعش ما ينفعش مهما هتصرف وتكلف فلوس ودهنات على المحارة اللي فيها رطوبة الرطوبة دي هتنطر وهتطرد الالوان الجميلة فما لاش لازمها وهيبقى الشكل برضو الفاسد او شكل سيء فاذا ما اردنا واذا كانت تحدي الكورة لدينية لدينية انه يغير في شكل ومستوى الحكام اللي النهاردة كل انديك الدوري سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبعتاشر نادي من ضمن تمنتاشر نادي كلهم بيقولوا اه اه من الحكام كلهم بيصرخوا من الحكام الا نادي واحد من هو يا بيه النادي ده اه من هو نادي الزمالك نادي الزمالك اللي جمهوره من سنة 48 والله من قبل 48 لان كان فيه بطولات تانية قبل الدوري قبل 48 منذ ان دخلت كرة القدم الى ارض المحروسة واصبح هناك نادي المختلط ثم الملك فروه ثم 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 وصولا الى المسمى نادي الزمالك وجماهير هذا النادي العريق يتشدقون دائما ان الحكام ضده الاهلي الفارق الرهيب في البطولات ده بسبب الحكام المصريين فلما تجي انت كنادي اهلي تطلب حكام اجانب يقولك لا اهلي لا احكام اجانب لا مش عايزين احنا عايزين حكام المصريين احنا بنحب الظلم بتاع الحكام المصريين احنا بنحب الاحتواب عايزين أحد يحتوينا مهاردة انا معرفش احمد مجاهد احمد مجاهد لما قدم استقالته اخذلك انا خلاص خلاص ما عادش له علاقة بالكرة المصرية اتاني انا معانش هتكلم TANE مهاردة أحمد مجاهد لما اتحادي الكرة قرر نزولا لرغبة النادي الاهلي ان مباراة الاهلي والزمالك تكون بتحكيم اجنبي محتارا محتارا مالوش علاقة بقى بالاحتواء بتاعي صام عبد الفتاح ولا روح البروتوكول بتاعي صام عبد الفتاح خرج علينا احمد مجاهد بجملة اضحكتني وكادت ان تميتني من الدحك ليس تقليلا من احمد مجاهد ولكن انا اضحكت اول ما شفت الجملة اضحكت يا جماعة انا ما بعرفش امسك نفس بصراح في حكاية الدحك دي ما بعرفش امسك نفسي بالذات مع الجملة الكمودية قال ليه استاذ احمد مجاهد قالك المباريات الثلاثة الاخيرة بين الاهلي والزمالك ادارها الحكام المصريون وكانوا عند حسن الظن بهم اكيد طبعا ما هو لازم يبقى عند حسن الظن بهم طب ما تيجي كده نشوف اخر ثلاث مباريات تعال تعال هفكرك باخر ثلاث مباريات يا بي عشان اعرفك هما كانوا عند حسن الظن حسن الظن احمد مجاهد واللي ورا احمد مجاهد ولا لا المباراة الاولى كانت في ظل غياب عدد كبير من نجوم النادي الاهلي قدرة بست سبع لاعبين وحكمت هذه المباراة بتحكيم من محمود البنة واحد من افضل الحكام المصريين على الاطلاق ومن فعل فاز النادي الاهلي بهدفين مقابل الهدف ولكن ولكن استنى اوعد روح بعيد اوعد غمض عني ايك احب اذكرك واذكر نفسي ان في المباراة دي فديها حاجة وتمانين الزمالك اتحسبنه ضرب الجزاء من الهواء او الله العظيم المباراة موجودة روح اتفرادوا عليها حاولوا يحتوى نادي الزمالك وتدوره ضرب الجزاء ده الكلام ده لسنة اللي فاتك مش بعيدة يعني مباراة الدول الاول الاهلي متقدم اثنين واحد سيف الدين الجزيري رمى نفسه ضرب الغطس هو صفر ضرب الجزاء بلم يا كابتن بنا فاش حاجة لا بلم ده الزمالك ولد انت عايز الزمالك يروح زعلان لا 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 احنا نطلع يا اخوات وحباة في المطش فاتنين اتنين بقى وخلاص يلا وانبارا لها ابنانا تقريبا كان محمود علاء وضيع ضرب الجزاء كان علي لطف حارس المرمى هو في المباراة دي وفازل اهل اتنين واحد بالرغم من ضربة الجزاء دي المباراة التانية كانت واحد واحد في المباراة دي ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس كان بيدرع امين عمر ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس للنادي الاهلي لعب الزمالك محمود الوينش هرس هرس رجلين رمي ربيعة في منطقة جزاء الزمالك للفار اتدخل ولا امين عمر اتدخل ولا حد اتدخل وتعدد بالتعادل عشد المباراة دي كانت ستبقى فارقة في بطولة الدول لان تخيل الزمالك خد نقطة ما كانش يستحقها ولقى لتحرم من نقطتين يعني فرق ثلاث نقطة الزمالك خد الدور باربع نقطة يعني اي مباراة الاهل اتعادل فيها كان كسبها كان خلاص الدور بتاع الاهل السنة دي انا بجيب لك الماتشاط اللي كان الحكام المصريين عنده خص نظن احمد مجاهد ومن على شاكلة احمد مجاهد عشان تعرف الدور السنة اللي فاتت راح للزمالك ليه؟ عشان تعرف الدور راح للزمالك ليه؟ وازاي الزمالك ممكن يكسب الدور السنة دي بنفس الطريقة؟ السنة دي ماتش الخمسة ثلاثة الاهل يتقدم بتلت اهداف نظيفة حكم المباراة محمد عادل الشهير بلقب حكم الاحتواء واللي طلع قالك احنا بنتعلم احتواء يا بيه؟ لا خلي بالك احنا دارسين بره وجوه اه فوق فوق يا خطيب حكام مصر دارسين بره وجوه وعن حيث كمان لو عايز 3-0 والمباراة يعني زي عايز اقولك كان ممكن الزمالك يشيل في شوال يومها وكان ممكن رقم خمسة دي تضاعف لان في حالتين طرد واضحين وضوح الشمس بالاضافة لكلمات خارجة من احد لعابي نادي الزمالك وهو اشرب بن قلبي لما قاله مش عارف بقى قاله حشوم عليك ولا قاله كافسين امك مش عارف يعني انتوا بقى قلوها فدي الثلاث مباريات اللي الاخ احمد مجاد بيتفاشخر بيهم دول الثلاث ماتشاط اللي حكم فيهم الحكام المصريين قالك اليوم نعود للتحكيم الاجنبي نرجو ان يقدم نفس المستوى لا بإذن الله هيقدم نفس المستوى باسبا عنك طيب تعال نروح نهاردة كان فيه اختبارات ناشئ النادي الاهلي والاهلي يلقن الزمالك درسا قاسيا كيف تتعامل ككبير مش اي حد يبقى كبير الكبير بقى فعاله نهاردة دي صورة جماعة من اختبارات النادي الاهلي بص كده دقا فيه ولدين وقفين في الصورة لابسين تشيرت نادي الزمالك عادي جدا عادي جدا 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 وبالمناسبة بالمناسبة فيه اندية كتير بتسمح بدخول التشيرتات عادي اي نادي يعني ما ده بيبين مدى وثوقك في نفسك اولا قبل كل شيء عايز اقولك ان الولد اللي هو كريم محمود راح النهاردة اختبارات النادي الاهلي وخضع للاختبارات لكن منجحش رسم في الاختبارات لكن يكفي ان النادي الاهلي اداله فرصة النادي الاهلي يفتح ابوابه وزراعيه لكل ابناءه لكل مشجعيه راح الولد النهاردة اختبر منجحش ما انجحش خلاص شكرا النهاردة بقى تخيل واحد زي ملامع الجارجيري بيتهم الولد وابوه ان هم كانوا عايزين يركبوا ترند ورجبوا الترند خلاص تخيل واحد زي ملامع الجارجيري ده اصلا اصلا هو ظهوره في الاعلام لانه بيركب الترند ظهوره في الاعلام لانه اراجوز هو شغلته اراجوز بس والله بس لا اكتر ولا اقل هو بيجي يدحك الناس هو بيجي يدحك الناس فشغلته على المدفع اراجوز فبيتهم حتة ولد زغير ما كملش 11 سنة انه بيعمل الشودة كله عشان يركب الترند طب امال انت كل حياتك كلها ترند في ترند يا راجل ده انت بتطلع مع بتاع بص في ورقتك بتطلع زي الاراجوز عشان تركب الترند وخلاص والله والله واتحدى ونفس اي شخص محترم في حضراتكو وكلكو على رأسي من فوق يقول لي لو مرة سمعت فيها امولامعة الجارجيري ده استفدت بمعلومة واحدة قولي اتحدى 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 عايز اقولك ان الاخ خالد الغندور يعني بيقدم حاجات حلوة قوي خالد الغندور دوت سبب من اسباب استعادة في حياتي بجد انا معرفش اضحك في حياتي كده غير لما يكون فيها خالد الغندور سر الابتسامة خالد الغندور قالك مطش خمسة ثلاثة ده ده طلعتك متعشر زي مبورد عبد العالم متعشر يعني واخد عشر تجوان يعني بس لو في حكم محتر او لو في تحكيم محتر مش حكم محتر حكم حكيم محتر خالد الغندور قالك السنة دي بقى انا بتوقع الاهل فائق لا الاهل فائق غصب عنك الاهل فائق على طول يا خالد الغندور فوق انت فوق انت وخمسة خمسة وخميسة في عينك ياللي متصلى عن النبي في عينك ياللي تشوف فرقة الاهل ومتصلى عن النبي سلام